عجباً يعني جينا هنا تشتكيني والحين تتخبأينا ورا ظهري واحكوا واحكوا وراحوا ولا بهم مش كما شيء أقول لك شيء أبو ظهير لله درك الله يطلق الله ما شاء الله تبارك الله الله يسعدك الله يرضى عليك مخزون وإثراع علمي شاش الله تبارك الله أنا أعجبني شخص اللي يتعمق في تخصصه يتعمق أنت أبو فالع أبو فالح أمثلا ما شاء الله تبارك الله أبو غالح ما أحاولكم عيش يا أبو ظهير ما شاء الله تبارك الله والله بحر يا والله العظيم يتكلم بحر عزوز ما يستك في سرد القصص تجذب والصوت ترى بعد له دور البحر هذه ترى لها طابعة خاصة لا هم ما يغنيهم لا ترى الحلوة سولة فينا بقصة محدم أنتبه لي صوت يجيب جذب السلام لكن أبو ظهير ما شاء الله في سرد القصص حفظة في درق أهل السوال تتحمق معه تدخل القصة تحسرك تعيش في القصة نعم ما شاء الله تبارك الله وظهر أبو ظهير أبو ظهير أبو ظهير جذب سبحان الله أبو ظهير عطاك موهبة الحفظة وشد البرصة خليني خلينا شغل معك خلي الواحد ينتبه ترى عندك حتى ترى مخارجي الحروف مهمة أنا جاي به أسمعك هو هو قاعد على الطاولة يتكلم في القصة والله العظيمني قاعدة تحته وانا أتصلي قبيل شوي الصلاة العظيمة تتكبلها لكني طلقي من أن أصلي وتفكيري معها هعدني أسمع قصة صلت أبو صالح من النوع لا تدخل معي في نفس خاف ولا شيء لكن الله تزاك خير من الناس اللي كلامهم إيجابي ومؤثر لأنني أنا عارف من قيمة أبو صالح عندي عنده المجتمع ولا فضله على من يسمع لكن بعد قصة جليبي بدأك اليوم أنا طالع من القناة واللي يدق عليه قلت عنا هم بنشر شوفوا أظن قلت عنا هم بنشر يبيني أرجع له إلا ويعطيني من الكلام اللي أنتم سمعته الله تزاك خير أبو صالح وترى عطتني دافع والله مخزون والله مخزون ويترى وقيل لها لك أنا هكا اليوم جاءنا عمار بحوط وش دي المصرحات آخرين روشا لا تستاعل هل أنت مقل في الشيء هذا ولا يعطي حقه مقل لا والله ممكن مقل طيب ليش ما تحط لك يومياً لا أنا عندي فقرة أنت بدأ الشنا في سكريبت وطلعت قلت بدأ الشنا بكرة لأن أنا فقرتي مع الباب طيب سوا بالسنا كل أسبوع عمرياتي كل يوم جمع ها كيف حلوة والله أبدأ عشان تعرف أني ينفعل الإشعارات وأهي طول عمرك والله العظيم أني كذا تابع كذا أمطلب تسامن من هنا إلى هنا والعظم والعظم والله أني العيال ما نبزد على كلام والله أني سقطوا جسر إيه وحب سرد خلف والله أني يقوله صادق الثنين دول بدون أكسرون في العيال لمنهم قال القصة تستلذلها وتسمعها وتصغلها وما أودك أنه هي يسقط يا عيال أقولك معيال كان مرة منها كيف هذا السرد طره فلاحة بقول التخصص طره يا فلاحة لدخلت الجامعة الشريعة والله أني ما كنت أميها طره عليني بنقول تخصص طراني كنت في الثنوية العامة بالنسبة 1998 ودافور وعلمي ودخلت جامعة النجران وكنت تحضيري مخطط على هندسة كنت ضيعني منتخب الجامعة كورة ونروح ذا جاءت الإختبارات قالوا نأجنها عندكم مباراة مدري جاءت الإختبارات على وفاة واحد من عمال خواوي فادخلت علي الإختبارات مع المدين دي المد الأول و المد الثاني مع النهائي عن صفكتنا ما جيتها المهم أني رجعت للكلية قد علمتهم سالفتي اخترت شريعة و أنا راقت صحاني أبوي قال يا والد أنت فيه مدى كده 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 فقط طب آخر شي قالوا شريعة قلت شريعة أحسم عدم رجعيني الجامعة وصحة النوم لو التعميد جايني إني رقم الجامعي وإنك شريعة شريعة كلنا إن شاء الله هالدين بس في البداية ما تقبلت لأن أنا أحب الرياضيات أحب مثلا الكيميا أحب المواد العلمية والله أنا دخلت أول ترم من أول ترم أنا أحب التخصص أول شيء دخلت في سيرة نبوية مثلا تدخل في المجالات الفقهية عن درست الشريعة صح؟ المجالات الفقهية